السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين مطبخ نونا معكم نونا الحجيري طبعا احنا عارفين ان انا بحب جدا ما هدرش حاجة عندي في الاكل وعارفين ان انا قدمت معاكم اكتر من فيديو اعادة تدوير العيش البيت عملنا منه بيزا واعادة تدوير اللحوم واعادة تدوير الفراخ عملنا منها اكلات شاهية وغيرنا من معالمها تعالوا معي النهاردة نعمل وقبة كاملة في العناصر الغزائية وهي اعادة تدوير المكارونة ايه اعادة تدوير المكارونة هنعمل منها صنية مكارونة بالصدق وكمان بخليط من الجبن طحفة زي ما احنا شايفينها شاهية جدا واقتصادية وموفرة وعلى قد اليد عملنا ازاي صنية الامر دي يلا بنا نبدأ بسم الله اول حاجة عندي طبقين من المكارونة سبق طهيهم كانوا بقين عندي في التلاجة زي ما احنا شايفين مكارونة مطبوخة بالسلسة عادية جدا ما فياش اي افتكاسة وعندي كمان كمية من الصدق نص كيلو هناخد منه ربع كيلو وعندي بصل وطماطم وفلفل مقطعاهم شريح صغير يلا بنا نبدأ طاص على النار فيها معلقتين من الزيت وقطعت الصدق قطع صغيرة واول الزيت مسخن نزلت بالصدق هحمره او اديره تشويحة مجرد الغلاف الخارجي غير لونه واضمن انه هو مع التقليب ان اللحمة اللي في داخل الغلاف ما تنزلش مني خلاص وصل هنا للدرجة التشويح زي ما انا شايفة كده معاكم اول حاجة هعملها ان انا هنزل وحقلل المادة الدهنية احنا عارفين ان الصدق اكتر حاجة في اللحوم بيبقى فيها نسبة دهن عالي جدا هفضي الدهون دي وهنرجع نكمل ونشوف مع بعض باقي الخطوات بعد ما فضيت الكمية سبت يعني دوبك بس معلقة واحدة من الزيت هكمل الشغل فيها بعد كده هضيف ملح وفلفل اسود وعندي دبس رمان حطيت منه معلقة وعندي كمان صويا سوس حطيت منها معلقة وحديهم تقليبة بيدوا تستعالي جدا في الطعم مش عندنا مش متوفر مش مشكلة خالص نقدر نستغنى عنهم بعد كده هضيف البصل اللي قطعته هو والفلفل حابين تضيفه فلفل حراء او فلفل الوان كله طبعا شغاله بيعلي من القيمة الغذائية في الاكلة بتاعتنا طبعا مع التقليب اول البصلة والفلفل يبدأوا يدبلوا ويدوا معايا سنة من القرملة هنزج باخر حاجة الطماطم علشان عايزة احتفظ بالطماطم يبقى لونها موجود ما تنزلش عسارة معايا في الصدق تمام هنا بسيبها شوية طبعا لحد لما البصل والفلفل يدبل معايا بضيف اخر حاجة المكعبات استغيرة من الطماطم انا هنا استخدمت من كل حاجة حاجة بسيطة جدا يعني بصلايا واحدة فلفل واحد وكمان طماطمية واحدة وكمية الصدق اللي اشتغلت بيها تقريبا ربع كيلو من الصدق يعني لو اي حاجة من الحاجات دي عندنا في التلاجة نقدر نخرج منها احلى وقشهة صنية مكارونا بالصدق مع خليط كمان تستأخير هحطه في الاخر هقوله لكو احنا شغالين بعد كده جبت القالب بتاع اللي حدخله الفرن حطيت في المكارونا وحضيف عليها الصدق اللي سبق وعملناه مع بعض وحديهم تقليبة انا مش عايزة يبقى طبقة مكارونا وطبقة صدق لأ انا حقلب كله في قلب بعضه زي ما احنا شايفين وبكون مولعة الفرن سايبها تسخن اهم حاجة الفرن تبقى سخنة قبل ما حط فيها الصينية مولعة من تحت طبعا بعد كده عندي جبنة رومي وجبنة شيدر بشرتهم على الوش زي ما احنا شايفين اي نوع جبنة متوفرة جبنة متزرلة لكن انا يومها فعلا ما كانش عندي جبنة متزرلة فانا حبيت ان انا اخرج الصينية دي باقل حاجة موجودة عندي يعني تقدروا تقولوا كده الصينية دي كانت تحدي بيني وبيني اللي موجود في التلاجة بعد كده دخلتها الفرن اخذت السخنية بتاعت الفرن رحت مطفية الفرن من تحت وولعت الشواية طبعا دخلت الصينية على الرف الوسطاني على الشبكة اول مساحة الجبنة وطعمها نزل مع الصدق والمكارونا خرقتها وقادي شكلها وبدأت ان انا اقدمها طبعا رحتها مش قادرة اقول لكم الخليط بتاع التدبيلة اللي انا اشتغلت بيها في الصدق عاملة طبعا شغل ده غير التكة بتاعت الجبن في الاخر عاملة طبعا اعلى تست تقدروا تقولوا عليه من طبقين مكارونا موجودين عندي في التلاجة بايتين باقين من الاكل كله غطبون مش عاوز ياكلها عايز اقول لكم الصينية دي اتمسحت اتنسفت جربوها وقلولي رأيكم كانت معكم انا الحجيري صحتين وهنا على قلوبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة